أقول لكم من شوية أنه الأهلي هيتحرك في قصة قادرة نادي القرن ده اللي أعلنه الأهلي وأن زمالك الناحية التانية أو رئيس زمالك قال أنه هيرد على ما جاء في بيان النادي الأهلي وقلت لكم أنه فيه مستندات الأهلي هيبدأ يتقدم بيها وبيبدأ يجمعها على مستوى بقى الأخبار وعلى مستوى الفيفا والكاف وقصص كده مهمة هقولها لكم حالا لكن قبل أن أقول لكم ده هقول لكم أن مباشرة فورا صدور بيان الأهلي بالقرارات القوية اللي خرجت النهاردة رسالة على جروب الواتساب اللي بيجمع اللاعبين من جهاز الكرة في النادي الأهلي بالتحذير وفرامان بعدم التعليق على أي من القرارات على مواقع التواصل الاجتماعي محدش يكتب حاجة على الفيسبوك محدش يكتب حاجة على تويتر محدش يكتب حاجة على انستجرام ما تدعمش ما تهجمش هو حصل من شوية شفت دعم يعني من محمد محمود للكابت المحمود الخطيب لكن هو ده اللي تقال في بويس نوت كده تبعتت أنه محدش يعلق خالص 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 الموضوع برانا كفريق كرة موضوع اللي علاقة بالإدارة وإحنا مش بتاعنا خالص الكلام ده ده اللي كانت قال للعبين من شوية داخل النادي الأهلي بعد القرارات أما على مستوى النادي القرن فمذكرة الأهلي اللي هيقدمها لوزير الشباب بورياضة هي مذكرة قانونية أهم نقاطها كالتالي طيب قبل نقول لكم بس محمد محمود حالا شالي الستوري بعدها بشوية يعني فهو واضح أن تقال له اللي انت كتبته ده طيب الأهلي المذكرة اللي كاتبها أنه توجه سنة 2001 أو في آخر سنة 2000 بالزبط رسميا من جانب الكاف في حفلة رسمية بهذا اللقب تاني حاجة أنه الأهلي في 2003 قام بتوثيق العلامة التجارية مضاف إليها لقب نادي القرن الإفريقي هو بيثبت بيحقه أنه ده حاجة تاريخية مش جديدة الأهلي بيقول أنه تحت إشراف الكابتن حسن حمدي تم التوثيق رسميا 2007 باستلام شهادة التوثيق اللي مدتها عشر سنوات وقال الأهلي هتقول لي ما وكده خلصت في 2017 هو لكن الأهلي بيقول أنه في 2017 قام بتجديد هذه الشهادة ولم يستلم الشهادة من الجهة المختصة للملكية الفكرية الأهلي استلم الشهادة دي في آخر الأسبوع الأخير من رمضان والشهادة بتشير إلى استمرار العلامة التجارية اللي هي الأهلي لقب الأهلي نادي القرن الإفريقي لسنة 2027 النواب يجددها كل عشر سنوات وجددها وخد الشهادة الأهلي هيرفق هذه الشهادة ومعاها شهادة الكاف اللي خدها في 2001 ومعاها تهنئة الكاف المعلنة وغير المعلنة وآخرها اللي أعلنها من أيام على الفيسبوك وعلى تويتر النواب يحتفل بإحياء الأهلي الذكرى رقم 20 للتتويق بلقب القرن وياخد معاها كمان بتاعت الفيفا وياخد كمان معاها كراسة شروط بيع حقوق النادي الكاملة اللي هي موجود فيها أنه نادي القرن الإفريقي لأهلي هيطلب في هذه المذكرة إزالة اللافتة اللي بيصفها بالمخالفة من جانب رئيس نادي الزمالكة أو نادي الزمالكة كل وإنه كمان لو لم يتحرك أو إن لم يتحرك وزير الشباب ورياضة ويقبل هذه الأمور من جانب النادي الأهلي وهذا الملف سيلجأ الأهلي لخصومة مع الوزير أولا ثم الزمالك ترجمة نانسي قنقر